السابرين يا معاكو كل مشاهدي ومطبيع قناة الاهلي واعضاء الجمعية العمامية في كل مكان اكيد طبعا جو رائع ويوم مميز جدا ومجود كبير جدا بيبزل من مجلس ادارة النادي الاهلي الهدف هو سعادة الاعضاء الهدف هو الالعاب الرياضية كتاعة قرة القدم الكل يعني زي ما قلنا قبل كده انكار الزات هو سر نجاح مجلس ادارة النادي الاهلي انا معايا كمان في هذه اللحظات العقيد احمد ابن نحاس نايا مدير المقار نادي الاهلي مدينة نصر بحييكو بهنيكو على المجود الكبير احمد ابن اللي بيبزل السعادة ما بتشوفها على وجوه الاعضاء بتنسيكو اي حاجة مجود كبير وان شاء الله اللي جاي احسن حابب تقولي على المنظر الرائع والمميز والحضور الكبير اللي كان على رأسه كابتن محمود الفطيب معالي المحافظ معالي وزير الشباب الرياضة اشوف كابتن كريم بنرحب بيك وبنرحب بالتين بالكامل بقناة النادي الاهلي اللي هي دايما صباقة لتغفية كل الاحداث الرياضية وعلى رأسها احداث النادي الاهلي من الانشطة المختلفة سواء على المستوى الرياضي او المستوى الاجتماعي طبعا زي ما احنا شايفين النهاردة نتاج لمجهود ووعود مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي وعدت فيها الجماعية العمومية منذ اول لحظة ومنذ اول وصول ودخول لمنظومة الادارة ومجلس ادارة النادي الاهلي وارساء لمبدأ عائلة النادي الاهلي اللي كانت عنوان العملية الانتخابية بالنسبة لقائمة كابتن محمود الخطيب طبعا الموجود اللي احنا شايفينه النهاردة ده نموزج يمكن كلنا رياضيين وكلنا من اسرة النادي الاهلي النموزج هو الاول في جمهورية مصر العربية على مستوى الاندية الرياضية هو الاول على مستوى الدول العربية هو الاول على مستوى جميع الاندية في القطر العربي والقطر المصري هنا احنا النادي الاهلي بيدي رسالة ان هو احنا الرياضة سواء لو كانت على مستوى الرياضي من عمر ومن اعوام ماضي احنا النهاردة بنسبة ان احنا على مستوى الرياضة بنسبة للنشاط الاجتماعي والاهتمام بالرياضة والنشاط الاجتماعي او المستوى الاجتماعي بالنسبة للأعضاء اصبح النادي الاهلي بياخد مكانة جديدة وبننقل الرسالة للدولة والاستثمار الرياضي بشكل عام ان لأ احنا ممكن يبقى فيه تعاون ويبقى فيه نمازج مشرفة داخل الاندية الرياضية يمكن المشروع اللي احنا وقفين فيه دوب مشروع به كلنا الادارة التنفيذية من اكتر من تسع شهور برئاسة اخونا العميد محمد مرجان مدير التنفيذي متابعة يومية متابعة يومية من الادارة التنفيذية يمكن ما كانش بيمر ايام وكل يوم بيبقى فيه عضو مجلس ادارة بيبقى فيه رئيس نادي بيبقى فيه كل من هو اقسم قسم الانتماء للنادي الاهلي واقسم قسم ان هو يعمل في الخدمة العامة لخدمة عضو النادي الاهلي نهاردة احنا ما بنتكلمش او بنقول كلام مرسل احنا بنعتم نموذج واقعي اعتقد ان كل الاندية المصرية دلوقتي بتتفرج عن النادي الاهلي كل الاندية المصرية بتتفرج عن النادي الاهلي كل الاندية المصرية اعتقد بتسأل نفسها ازاي النادي الاهلي نجح ان هو يدخل برندات عالمية يمكن من ضمن الاسماء اللي موجودة عندنا احنا رسلناها بشكل احترافي عن طريق التواصل الدولي لان احنا عندنا هنا اماكن معينة منها في دول اوروبية في مثلا عندنا برند معين يمكن انا مش عارف ما اسموح لي اقول ولا لا عندنا برندات من المانيا لدينا لها فروق اكتر من 35 فرع على مستوى العالم عندنا برندات من لبنان لها فروق اكتر من 20 فرع على مستوى العالم اماكن في مصر هنا لها تقلها وليها وزنها في مجال الافزاة والمشروبات كان فيه اتجاه ان احنا يبقى فيه تنوع عشان نقدر نقدم الاستفادة للمستثمر اللي جاي عندنا فكنا بنراعي جدا ان ما فيش اي تضارب بين الانشطة اللي موجودة بنحقى كده فايدة للمستاجر اللي عندنا او المستثمر اللي عندنا وبنحقى فايدة للعضو ان هو جاي بيلاقي انواع كثيرة متنوعة من الخدمات بتتقدم له النهاردة يا كابتن كريم النادي الاهلي بيدي رسالة ان الرياضة على المستوى الاجتماعي هتبتدى من النادي الاهلي وحتستمر في النادي الاهلي مجهود منظومة كاملة لا تقتصر على اشخاص مبدأ العائلة مطبق ما بين الاعضاء عائلة النادي الاهلي ما بين ادارة تنفيذية ما بين مجلس ادارة ترابط ينتج عنه النموذج المشرف اللي حضرتك شايفه النهار شكرا كابتن كريم وبشكر قناة الاهلي طبعا ويعني من اخ لاخواته في قناة الاهلي افتخروا بالنادي الاهلي افتخروا ان انتم سبقين لنقل اول نموذج في الاندية الرياضية بيتم دلوقتي جوه النادي الاهلي كل سنة هم خايبين